مع عزم العراقي حظر تطبيق تيك توك اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بردود فعل حول ما أثرت وزارة الاتصالات حول ما يمكن فعله لحماية المجتمع في إشارة إلى حجب التطبيق تصريحات وزيرة الاتصالات الأخيرة على هامش عرضها إحصائيات جهودها في حجب المواقع الإباحية من خلال الأليات المتاحة والكشف عن خروج العراق من قائمة الدول الأكثر الزيارة ومشاهدة للمواقع الإباحية تصريحات أحدثت ضجة على نطاق واسع في إطار تحرك حكومي لتنفيذ قرار قضائي كانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرته سابقا حول حجب مواقع وتطبيقات التواصل التي تنشر المحتوى الهابط والمقاطع المخلة بالأداب وتخدش الحياة العام إلا أن وزيرة الاتصالات أوضحت أن اتخاذ قرار بحضر تيك توك يتطلب قرارا رسميا من جهة علية كمموثلي مجلس الشعب ومع بلوغ عدد مستخدمي تطبيق تيك توك في العراق لأكثر من 31 مليون مستخدم في بلد يبلغ تعداد سكانه أكثر من 43 مليون نسمة تدخل القضية حالة انقصام شديدة في الأراء بينما يرى أنه من الضروري إتاحة مساحة لحرية استخدام الانترنت في البلاد مع فرض رقابة مشددة على المحتوى الهابط وبينما يرى ضرورة حظر التطبيقات التي يصعب فيها عملية المتابعة للمستخدمين سيما مع انتشار سلوكيات ساهمت تيك توك بحسب خبراء بالعمل على التعميق أفكارها الدخيلة على المجتمع من قبيل ممارسات لا تناسب فئة الأطفال والشباب حيث ساهمت برفع نسب الابتزاز الإلكتروني في البلاد ترجمة نانسي قنقر